توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على إقرار لائحة سير لإجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال الفترة القادمة وكذلك الانتهاء من تحديد مهام مقرر اللجان كافة وكتيب للإرشادات وقواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني وخلال اجتماعيها السابع والثامن قام مجلس الأمناء بدعوة الكينات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوار مجتمعي وجماهيري في المحافظات المختلفة وذلك في إطار تخصصات اللجان الفرعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني وذلك لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري ورحب المجلس بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصية عامة وخبراء وباحثين إضافة إلى المواطنين من مقدم المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمي خلال جلسات اللجان الفرعية وذلك ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي هذا نقاش واسع ومتسع في مختلف القضايا تم مناقشة كيفية بدء اللجان أو النقاش داخل اللجان كيفية اختيار الأسماء الأليات التي يتم عليها الحوار وكيف تدار الجلسات الرئيسية في الحوار الوطن وكيفية عمل اللجان كانت هناك مسألة تجولنا كثيرا في مستقبل الحوار والأيام المخبلة وكيف يكون الشكل وكيف يكون الاختيار للمتحدثين في الحقيقة كان هناك توافق كبير جدا مع جميع الأطراف وكانت هناك حماسة شديدة جدا وهمة كبيرة جدا للوصول إلى توافق كبير يتعلق بإجراءات المقبلة لجلسات الحوار